و نذنب و نخطي لكن اللي يباقي عندنا أمل أمل فالله تعالى أنه عز وجل يتوب علينا و يغفلنا و من أسماءه عز وجل التواب هذا الاسم اللي والله مجرد نذكره أبو عبد الله يدخل على أنفسنا خاصة نحن المقصري الأمل و التفاؤل بأن هناك بابا مفتوح لا يغلق و لا يوصد في وجيه العباد و أدنا إذا سمحت تكلمنا اليوم عن اسم الله الأعظم التواب بارك الله فيكم وcido الله و صلي على النبي المصطفى المجتبى بها في أبي ﷺ و أسأله الله أن يتوب علينا و عليكم فهو التواب سبحانه التواب سبحانه الذي سمى نفسه التواب بصيغة المبالغة لأنه يتوب على منتاب و يتوب دائما بعدد ما لا يحصيه الله سبحانه وتعالى فهو يعود بالتوبة على العباد جميعا و قد فتح باب التوبة سبحانه وتعالى و صحانه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسينا النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئل الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فهو تواب سبحانه وتعالى ومن توبته على عبادي أنه ينادي في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى فقل هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر الله هل من تأف فأتوب عليه ونادى الله في حديث قدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على مكان منك وألوباني يا ابن آدم إلا بلغى ذنوبك على السماء السحب ثم استغفرتني غفرت لك أو لقيتني بشيء اللي غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقرابة أرضي خطايا ثم جئتني لا تشكني بشيء اللي أتيتها بقرابة مغفرة فهو تواب يتوب على من تاب وهو سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن العجائب يقول الشيخ السلام من تيميه إذا أراد الله بوليه من أوليائه أن يكون أقرب ويكون منكسرا له ابتله بذنب كبير ابتله بذنب كبير فينكسر هذا الولي فيعود إلى الله فيفرح الله به فرحا يليق بجلاله كما في الصحرين لله أشد فرحا شوف وهو الغني سبحانه بتوبة حتى أحدكم من رجل إن كان على راحلة عليها متاعه فظل منها في الصحراء فقام وهي عند رأسه بعدما يئس منها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح متفق عليه سبحانه وهو الرحمن الرحيم التواب الله يتوب علينا وعليكم ولهذا يقول سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين وحب المطاهرين وبشركم بآية كلها أمل وكلها يسر كلها سماحة نبث لأنفسنا والمشاهدين جميع المسلمين قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم أصرفوا يعني أكثر من الذنوب بلغوا لأصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم فنادى بالعباد تحببا إليهم ثم قال أصرفوا ولم يقول أكثروا بلغوا غاية ثم قال لا تقنطوا لا تأس من روح الله ومن التوبة إن الله يغفر الذنوب سمها الذنوب بل جمع جميعا إنه الغفور الرحيم فنسأل الله أن يتوب علينا وأن ينقذنا من النار حتى أنه صلى الله عليه وسلم قصة قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ذهب و قتل المياه وأتى إلى القرية ليتوب أقول باختصار فتاب الله سبحانه وتعالى عندي قصتان من الصحابة رضوان الله عليهم من أجل من القصص في توبة الله على التائبين حسنا وحد أبو لبابة الأنصار يحفظه هذا الاسم أبو لبابة الأنصار صاحبه تاجر التمر في الصحابة وهو المورد من الصحابة يأخذ التمر من اليهود ويورد على المسلمين ويأخذ من المسلمين ذا كذا ويبيع على أيضا اليهود تعرف من قبل الإسلام صار صديقا لهم أسلم رضي الله عنه من الأنصار ويومته صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريضة لمخانة وغدروا بني قريضة اليهود قال من يذهب إليهم يرفضونه ينزلون من الحصون يقولوا بننزل على حكم لكن نبغى أبو لبابة أبو لبابة نبغى يجينا صديقهم يعني براعيهم قال صلى الله عليه وسلم يذهب أبو لبابة فطلع إليهم في الحصن عيّا ينزلون عودوا قال ننزلوا كذا كذا قالوا ماذا تشير علينا يا بالو بابة يعني صار صديق لهم يعني وش تشير علينا قال فأخذتني رقة هنا فيهم كشبها رمحة رحمهم رحمهم قال ما ودي يتكلم أخاف لا يتكلم في جيل وحي من السماء قلت باشير وما يدري أن الواحد الحد يبشر لهم قلت باشير إشارة عساهم يفهمون مني ويضد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنا ما بينزلون قال وش تشير علينا يقولون كذا في شوية الضرام وشان قال كذا يقول ما معكم إلا الذبح يقول والله يقول والله إني ما نزلت يدي والله إني ما نزلت يدي إلا حظني وإلى صدري إلا علمت أني خنت الله ورسوله لا يقول ما إلا قلت كذا وقلت بها كذا علمت أني خنت الله فنزل من الحصن ما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره من نتيجة ذهب إلى المسجد فأخذ حبل ترى هي باقي سارية التوابين الآن إلى المدينة في مسجد صلى الله عليه وسلم موجودة موجودة و تعراها نفسه بالحبل مره سكذا من الليف قال و الله ما يطلقني إلا الرسول الله السلية و تاب الله عنه و لا موت مكاني لاaksi قل صلى الله عليه وسلم و هي يا أبو نبابا قال يا رسول اللهم ما رأينا بحثوا بحثوا آتوا عنده لهم و قالوا ما رأينا مر واحد من مسجد DevOps و قالوا حالا النبي صلى الله عليه وسلم إني أنا خنت خنت الله و الرسولاه والله ما أطلق لو أن يطلقنا و نفسه و Rover و ألأ موت مكاني الله إله قال صلى الله عليه وسلم يبقى إذا تاب الله الأمر لله إذا تاب الله عليه أطلقنا وإذا بالوحي نزل يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وتعلموا ثم ذكر الله الأولى التوبة وأن الله قد سامحه وتاب عليه فأتى صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة لأنه صادق بس أنه عثر عثرة عثرت جوات فأطلقه عليه الصلاة والسلام وقد تاب الله عليه وبأشره الصحابة بذلك رضي الله عنه وارضاه وهو الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كان يبيع التمر هو وتمره في الجرين فرشه في الجرين والناس في صيف وشدة قحط يعني سبحان الله ضاعت العيال وضع المال فقام صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في الإيمان فدخل عربي قال يا رسول الله يا رسول من البادية يا رسول الله يا رسول الله هلك العيال وضع المال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فنف صلى الله عليه وسلم في لحظة ما كان يتحدثون غيث فرفع يدي الشريفتين الطاهرتين قال اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا ولا نس وجاب والله الذي لا إله إلاه ما في السماء أسحابه ولا قزعه في شدة الحر حوال خمسين درجة فثارت أسحابك الترس من جهة جبل سلع ثم تحكمت في المدينة فأبركت وأرعدت في وقتها ثم نزل الغيث فصبنا إلى السقفل على وجه الشريف صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبو البابة قالوا تمر يا رسول الله كلنا نهم نفسه كلنا نهم نفسه فتبسم قال في الخطبة اللهم اسكن حتى يقوم أبو البابة برداءه يصب بالمثعة بين زي المزاب يعني يقول الصحابة والله الذي لا إله ما خرجه في العصر لو أبو البابة بنفس الرداء أنه يسد من هنا ويسد من هنا ويسد من هنا إلا أنه غيثه أسبوعا إلا أن جرى الغيث أسبوعا فدخل وحد عرابي قال يا رسول الله أيضا أنه يقول خلاص هلكنا من الغيث هلكنا من المطر جاء العيان نفسه قال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا يقول والله ما يشير إلى منطقة إلا لف على الغيث ولا يمين ويسد بأبيهم يصدر اللهم على رؤوس الجبال ومنابت الشجر وبطون الأودية صلى الله عليه وسلم فالله يتوب هذا كصة صحابي الثاني حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه من أهل بدر وأهل بدر هذول أهل بدر حاطب بن أبي بلتع حديثه في البخاري مسلم حاطب بن أبي بلتع هذا من أهل بدر إذا حضر أهل بدر خلاص يقول صلى الله عليه وسلم إن الله طالع عليكم فقال يا أهل بدر عملوا ما شدتم فقد غفرتهم الله أكبر انتهى الموضوع أهل بدر لأنه جاء في كشدة وفي حر وفي مصاولة وفي سيوف وفي إرماع وفادوا بأنفسهم أول معركة أهل بدر يقول جبريل كيف فيكم لرسول الله سبحان البدر قال هم من سلحان يقول صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الذي حضره في الملائكة من أعظم الملائكة من كرم الملائكة الله أكبر هو حضر بدر ولو بنات في مكة مع أمهم أمهم مطلقة وده يرحم بناته يسوي خير في كفار قريش على سين يمسكون لا يذنب بناته ورسول الله عليه وسلم يبغي يصبح قريش يوم الفتح قال اللهم خذ أسمع قريش وأبصارهم لا يدرون وكتب رسول الله عليه وسلم وخاصة بالسلم كل ما سافر واحد مسكه هنا وإذا جاء مسافر هناك نففوهم من المدينة نجل ما يعلم عليهم عشر ألاف كل قبيلة ألف لا يعلم عليهم ماذا حصل حاطب يبغي يعلم كفار قريش على سين بناته ويحطها جميلة عثر ربهم ما يقولوا شيء يقولوا يقولوا شيء فوقت برسالة لهم أن محمد سوف يأتيكم بيغزوكم يوم كذا وكذا وحطها في ضمير الزوجته اللي معه في المدينة علام الغيوب الحديث الوخاري ومسلم ويوم راحت روضة خاخ من انطلقة حليلة عن المدينة وإذا بجبريلياتي قال أدرك زوجته وضغعينة خاطب من برتعة ترا في روضة خاخ وتعرف أجل المهمات تثنين علي بن أبي طالب والحسن والزبير حسن لا قال علي بطلحة والزبير قالوا فراس ولا كذا لأنه إذا ادعاهم إما يتم بالسيف ولا قالوا لأبي خالي لكم فأتوا يقول لحد أصحاب والله إني رأيتهم قال انطلقوا إلى روضة خاخ فيها ضعينة حاطب ببلتعة عندها كتاب كتبه حاطب إليك وفرقاش قالوا قال خبرني لطيف الخبير سبحانه يقول للراوي والله إني ركب وثب علي رضان وثب الزبير وإنهم يتسابقان كسكرين تعرف السكرين إذا فكهوا سلام على أثنين إذا انطلقوا روضة خاخ طوقوها ثم دخلوا في الروضة وإذا يواقف المرأة قالوا الكتاب اللي عندك قالت والله ما عندي كتاب تبع قال علي شوفي والله ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذب وإنه الصادق المصدوق والله إلا تطلع أن الكتاب ولا نجردك تجري والله ما احترح إلى أن تطلعين قال بالسيف كذا يلمع قالت أجل عطوني لحظة بطلع وطلعت الكتاب والجعوب علي واسب الزبير اللي صلى الله عليه وسلم أعطوه الكتاب قال الصلاة الجامعة هذه محاكمة للخيانة العظمى في الدولة الله فنادي يا بلال الصلاة جامعة بيجي المهاجرين والأنصار كلهم وتعالوا بالسيف كلهم إذا قال الصلاة الجامعة انتهى الموضع في غير وقت في علم آت صلى الله عليه وسلم في المسجد المقبري الصحابة والمهاجرين والأنصار قال علي بحاطب وتعالوا بحاطب جلسوا قدامه وتع عمر مسلح وكلهم كلهم بسيفهم الصلاة جامعة في معركة قال صلاة الجامعة ما حملك يا حاطب قال والله يا رسول الله اني ما كنت أخول الله ولا رسوله وتعرف لكن عندي بنات ومسكينات ويتمات في مكة وويدي أخذ يد عند قريش ذليتي لهم ذليت عليهم واني هذا الكلام قام عمر قال بل خان الله ورسوله وسل السيف رضي الله عنه ادعني يا رسول الله اضرب علق هذا المناف خان الله ورسوله قال صلاة الجامعة يا عمر الله وما يدريك على الله طلع على هذا البدر فقال أعملوا ما شئتهم فقد غفرتوا له فنزل عمره يقول دمو عمر على رأس الحكي وجلس واسق و القسيف فقام حاطم معفي عنه رضي الله عنه و قتاب الله عليه خلاص حضر بدر و الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لمن أسلف في الإسلام بالحسنات و تاب الله عليه أمام الناس و قام أمام الناس و سكت و لم يقل له صدى الله سلم شيء خلاص حضر بدر و لذلك بشروا أنفسكم و بشر أنفسنا و المشاهدين ترى الله يتوب على ما انتهى و تراك مهما أذنى في العبد و أخطى و أنتم سمعت الحديث يقول سبحانه وتعالى و الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب إلا الله و لم يصروا على ما فعلهم يعلمون نكثر من الاستغفار و أبشر يقول صدى الله عليه وسلم كلكم خطاء و خير الخطائين التوابون و يقول سبحانه يا عبادي إنكم تذنبونه بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم قال كل ما كرت يقول ابن تيمي لو كرر العبد عشرات المرات الذنب ثم تاب إلى الله تاب الله قبيله سبحانه و يسمى هذا تواب و منيب فلا يرد أنك الذنب و لا تظن كذا تره تواب و ترى يحب من تاب و ترى التوبة منها خمسة أسرار منها أن الله يبدل سيئاتك حسنات يتصور لو كانت كل جبال يبدل و منها أن الله يفرح بك فرحا يليق بجلاله و منها أن الله يحبك حبا يليق بجلاله و منها أن الله سبحانه و تعالى قد تمنى عليك فسترك و سوف يسترك في الآخرة و منها أن الله سبحانه و تعالى يقرب قلوب التائبين إليه سبحانه و تعالى و يجعلهم من خاصة عباده لأنه يحب التوابين و يحب المطهرين فنسأل الله أن يتوبى علينا و عليكم وجميع المسلمين و أن يتجاوز عليهم و عنكم وآلكم أننا نجدد الثوبة و كلنا أهل خطأ و كلنا أهل الذنب ما فينا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم والله يتجاوز عن نعوكم ويرحمنا وياكم ويتوب علينا ويعليكم جميع المسلمين ومسلمات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا الله وقال يا الله يجعلنا وانتم من التوابين والحمد لله اللي شرعنا هذا الدين بل في الأمم السابقة يا شيخ يقول ما كان في توبة الظهر في بعض الأمم بني إسرائيل تخرجت الخطية مكتوبة عليه وينفضح أمام الناس ولا لها توبة الظهر ليكتن نفس هذا يا شيخ حتى في الأمم السعفقتل أنفسكم هذا بني إسرائيل توبة قتل النفس الحمد لله وتوبة محمد صلى الله عليه وسلم بالانكسار والتوبة والندم والاستغفار ورد المظالم إذا وجدت مظالم الحمد لله وبشتر كلما تكرر من توبة التايبين سمها الله هذا منيب يسميك منيب لأنها تسير تنكسر ويقدر الله على العبد الذنب يقول الشيخ الرسلام لأمور منها أن ينكسر ويذهب عنها الكبر والخي لا آدم لما كرم الشجرة نزل يبكي في الدنيا قال الله حيالي الآن عرفتني آدم لأنه كان يرى نفسه في الجنة عليه السلام فانكسر كسره ما بعدها كسره يقول المذنب ينكسر ويقول عمر أذنوا من التايبين فإنهم يلقنون الحكمة ولذلك رب ذنب أورث خشية ورب ذنب أقربك من علام الغيوب سبحانه وتعالى بعدما يتوب الإنسان ويستغفر ويقول لذلك يعذر العباد ويعرفوا أنهم مذنبين ذا إذا ما أذنبهو مشكلة حيناً قد يأخذوا الزهوة الكبر ونحن برحمة رحم الراحمين حتى كعبنان كحد ثلاثة الذين خلفوا قصته عظيمة لكن بالطول علينا فتاب الله علينا والله أسأله أن يتوب علينا وعليكم وذلك الإنسان يبكي على نفسه شوف يقول عليك أنك تبكي على نفسك فإن الله سعى حاسب العباد وإذا وقع الإنسان في ذنب أن تتأسف وتدعو له أن الله يتجوز عنه وأنه يسامح الله يسامحنا وإياكم ويغفر لنا ولكم بسم الله الحمد لله اللي شرعنا التوبة الحمد لله الله يجعلنا وإنتم من التوابين يا أخوان والله أنا في حاجتني للتوبة في كل لحظة في كل حركة في كل نفس يا أخوان أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التوبة والحمد لله أننا نرجع إلى كريم منان تواب الرحيم يعفو عننا والله لا لا ستر الله علينا أن ننفضح بين الخلايك الحمد لله الحمد لله الله يجعلنا وإنتم من التوابين يوفق أنه وإياكم الطاعة وارضاه أبو صالح تفضل أشوفك تشير تفضل اشتركوا في القناة